بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس التاسع والأربعون اللي خاص بأساسية الASP.NET اليوم نحكي عن ال Validation Summary أنا محمد إماد عرفي بالدرس راح نتعرف على ال Validation Control جديد ألا وهو ال Validation Summary Control طيب بالبداية ال Validation Summary Control نحن نستخدمه حتى نقوم بعرض اللي هو كملخص لكل ال Validation Errols اللي صارت معاي بداخل الWebPage في مكان واحد زي ما احنا شايفين بالعادة في Real Time Application اللي احنا بنعمله إنه نقوم بإظهار اللي هو Red Star زي ما هو موجودا دي هون وطبعا بجانب كل اللي هو Text Box وبعد هيك في آخر اللي هو ال Page بنقوم بعرض اللي هو Error Message بشكل مفصل حيث توضح لك إنه كل Error شو عمليا المشكلة الموجودة فيه أو شو ال Validations اللي بيش نطبقها أو اللي بيظهر لك إياها تمام؟ يعني اللي ما حققها فبالتالي مثلا عندي هنا الإيميل عمليا لم يتم إدخاله فبالتالي مباشرة نعطاني الإيميل is required اليوزر نيم لم يتم إدخاله فبالتالي عمله كل كل Validation Controls موجود بداخل اللي هو أو كل Validation Controls موجود على تكست بوكس تمام؟ إذا ما تحقق رح عمليا نظهره في آخر الصفحة في مكان واحد كيف يمكنك إنك تعمل هذا الأمر؟ عن طريق اللي هو Validation Summary خلا نشوف كيف بإمكانك إنك تبني اللي هو موضوع Validation Summary بالبداية إخرى نروح على ASP.NET الآن بداخل عندي هون ASP.NET في عندي نفس الشكل الموجود عندي في السلايد الآن أول إيشي أنا بدي أعملية أجمل الوزر ندخل إيميل واليوزر نيم والباسورد والكونفيرم للباسورد بالتالي لابد إنه نستخدم هو Required Field Validator لكل هاي التكست بوكسز بالتالي مباشرة رح أروح هون عندي على السورس بعد التكست بوكس رح أضيف عندي هون اللي هو Toolbox رح أضيف عندي هون اللي هو Required Field Validator وطبعا أول Required Field Validator بدي أطبقه بدي أسمي Required Field Validator ممكن بتسميه Required Field Validator اللي هو إيميل تمام؟ كأنه رح نطبقه على الإيميل تمام؟ طبعا بعد هيك مباشرة اللي إحنا رح نطلعه رح نحكي له عمليا هنا إنه الإيميل إز ريكويت أوكي أوكي بعد هيك مباشرة إحنا رح نقوم عندي هون بعمليا استخدام اللي هي البروبيلتي اللي اسمها Control To Validate عمليا الكونترول اللي حم ننمع عليه Validation هو التكست بوكس اللي خاص بالإيميل ولل-ID تاعه TXT إيميل بعد هيك ما ننسى إنه في عندي هون اللي هي Another property اللي هي ForColor وطبعا الفور كالر تمام رح يكون عندي هون اللي هو Red أوكي إذا هاي هي تمام بالنسبة إيش لا Required Field Validator الموجودة على TXT اللي هي خاصة في الإيميل نفس الفكرة رح أطبقها على اللي هو التكست بوكس اللي خاص بال User Name وبالتالي رح أعمل هون عمليا Paste وطبعا عندي هون رح أجي عمليا أسمي اللي هي Required Field Validator رح أسميها عندي Required Field Validator اللي هو User Name وطبعا عندي هون رح أجي أحكي له بدل الإيميل Is Required رح نيجي نحكي له عندي هون اللي هو User Name is Required والعمليا اللي بدعم عندي Validation هو TXT User Name أوكي؟ وبعد هيك مباشرة رح أرجع مرة تانية تمام رح أرجع أعمال Copy Paste من اللي هو Required Field Validator وأرجع أطبقه مرة تانية على اللي هو Password فبالتالي رح أجي أحكي عندي هون رح أجي أسمي عندي هون Required Field Validator خاص في اللي هو Password وطبعا رح نيجي نحكي له عندي هون اللي هو Password تمام Is Required وعمليا اللي كنترم نحن نعمل عليه Validation اللي هو TXT Password أوكي؟ تمام والفور كالر زي ما هو يبقى كRed تمام؟ مرة تانية رح أرجع أعمال Copy Paste من Required Field Validator وأجي أطبقه على Confirm Password وطبعا رح أجي أسمي عندي هون Required Field Validator رح أجي أسمي Required Field Validator Confirm Password وطبعا هون رح نيجي نحكي عندي هون اللي هو Confirm Password تمام Is Required تمام؟ والكنترم نعمل عليه Validation هو TXT Confirm Password وطبعا الفور كالر يبقى كما هو أوكي؟ إذن إحنا هيكي طبقنا كل اللي هو Required Field عليهم الآن الأمر اللي بدي لو رجعنا هون على Design إحنا أيضاً بدنا نعمل Validation على اللي هو الإيميل بحيث أنه لا بدنا نعمل ماتشنج مع اللي هو الإيميل أو الإلكترونيك خيني نحكي إيميل تمام؟ يعني خيني نحكي عن الإيميل اللي هو Address فبالتالي أبدو أن نستخدم عندي هون اللي هو Regular Expression Validation تمام؟ فبالتالي مباشرةً رح أضيف عندي هون Another Control Validation اللي هو Regular Expression Validator وطبعا في Regular Expression Validator رح أجي سميه عندي هون Regular Expression Validator's E-mail تمام؟ وطبعا عندي هون Error تمام؟ Message رح أجي أحكيه عندي هون إنه اللي هو InValid E-mail أوكي؟ تمام؟ وطبعا ما ننسى إنه عمليا لا بد أن نعمل هون اللي هو Control اللي نعمل عليه Validation والControl اللي يعمل عليه Validation هو TXT E-mail وطبعا ما ننسى إنه For Color رح يكون له هو Red تمام؟ وأيضا في نقطة مهمة جدا اللي هي Regular Expression تمام Regular Expression فبالتالي حتى أضيف اللي هو Regular Expression اللي خاص بالإيميل رح أروح مباشرة على Design رح أعمل هنا Click Right رح أعمل Properties ومباشرة رح أروح لل Properties اللي اسمها Validation Expression ورح من هنا مباشرة أختار اللي هو Regular Expression اللي خاص بالإنترنت إيميل اللي هو Address رح نعمل عليها أوكي رح أطلاحظ أنه مباشرة نقام بإضافتها زي ما إحنا شايفين أوكي بعد هيك مباشرة ما ننسى إنه إذن هيك إحنا عمليا ننتهينا من Validation بالنسبة له اللي هو الإيميل الآن أيضا عندك هنا اللي هو لو أجيت للUser Name وال Password طبعا الUser Name هو Required Field بالتالي ما فيه على Validation ال Password وال Confirm لل Password فبالتالي لابد أنه أيضا ال Confirm لل Password لابد أن يعمل Matching مع مين مع ال Password فبالتالي رح نستخدم عندي هون اللي هو Compare Validator فبالتالي رح أروح مباشرة على السورس وبعد اللي هو Required Field اللي ضفته اللي خاص في TXT Confirm Password رح أضيف عندي هون مباشرة اللي هو Compare Validator وطبعا نشوف نحن كيف Compare Validator واستخدمنا لما نعمل لكنا مقارنة مثلا مع قيمة ثابتة أو مع Another Value موجودة خلينا نحكي مع Another Value موجودة في اللي هو Another Toolbox أو Another Control تمام فبالتالي الآن Compare Validator بدأ أطبقه على اللي هو رح أسمي عندي هون اللي هو Confirm تمام Password أوكي وطبعا error message هنا ممكن تستخدم error message اللي أنت بدك إياها طبعا هنا ممكن مثلا نيجي نحكي أنه password and confirm password must patch فبالتالي خلينا نستخدمها اللي هي عندي هون اللي رح نحكي له عندي اللي هو password and confirm password must اللي هو match أوكي؟ تمام طبعا ما ننسى أيضا هنا لابد أن نحق ضد اللي هو control بنعمل عليه validation هو compare validator confirm password تمام؟ وطبعا أيضا ما ننسى أنه العملية اللي بدك تعمل مع compare اللي هو TXT اللي خاص فيه اللي هو password أوكي؟ هذا اللي بننقارن فيه وطبعا ما ننسى أيضا أنه ال operator تمام؟ طبيعة ال operator أنه لا بد أنهم يكونوا matching فبالتالي رح تكون مساواة ونوع البيانات اللي انت بدك تعمل معها مقارنة هي string وطبعا ما ننسى أنه في عندي for color رح أخلي اللي هو اللونه اللي هو باللون الأحمر تمام؟ طبعا نضغط على كترة OK ودي حتى يرتب لي إياهم تمام يعملهم adjustment تمام؟ عمليا يعمل إليهم ترتيب أوكي؟ الآن إحنا هيك مباشرة طبقنا كل هاي الأمور طبعا لاحظ إنه هنا أنا في عندي اللي هو required feed validator وأيضا في عندي هون اللي هو regular expression فبالتالي رح يحجز لي space في حالة إنه الإيميل تم إدخاله تمام؟ فبالتالي رح يكون في عندي space خاص في هذا اللي هو required feed validator لأن حتى نتجنب هذا الموضوع حكينا إنه بإمكانك إنك فبالتالي خليني هنا مباشرة أختارهم كلياتهم تمام؟ ومباشرة رح أروح عندي هون على الـ properties اللي خاصة فيهم ورح أروح عندي هون مباشرة على property تمام؟ اللي هي display رح أختار هون مباشرة اللي هو dynamic تمام؟ فبالتالي حتى ما نحجز the space تمام؟ في حالة إنه عمليا نحقق validation كان validation ناجح أوكي؟ نقطة ثانية أنا بدي نستخدمها إنه تمام إنه الآن إحنا خليني نجي نعمل اللي هو run للـ web form ونشوف شو اللي رح يصير معاي عندي هنا يبدو إنه هنا في عندي اللي هو something issue فبالتالي تمام؟ طبعا هنا في عدي يبدو إنه prices زيادة لاحظ لاحظ إنه هنا بداخل web form أيضا بالتحديد بداخل save button عمليا كنت هنا عمل validation اللي هو بعمل server-side validation بيحكي لك إذا كان كل validation نجح فبالتالي رح يظهر لي في status إنه data saved تمام؟ والفارك والفارك اللي رح أخليها green otherwise data failed تمام؟ وأيضا الكلر رح يكون عندي هنا اللي هو باللون اللي هو الأحمر هنا ضغطت على كتر وk وd حتى تقوم بترتيب اللي هو lines أوكي؟ تمام إذن هذا هو عمليا كل عمليا اللي هي النقاط اللي رح نحكي عنها أنا لو نيجي نضغط على ctrl وf5 خلا نشوف شو اللي رح يصير معاي أوكي يبدو إنه هنا في عندي أيضا اللي هو compare validator confirm password بحكي لي إنه reference by the control to validate property اللي هو cannot be validated تمام؟ فهو يبدو إنه في عندي هنا مشكلة بهذا ال control اللي هو اسمه compare validator confirm password reference by the control to validate تمام؟ فبالتالي خليني نرجع هنا مرة ثانية على اللي هو compare validator يا تمام هنا بالنسبة للعملية اللي هو compare validator نتأكد إنه في أندي هنا مشكلة في error message ال control to validate احنا ال control نعمل عليه validation ال control اللي نعمل عليه validation هو ليس compare validator password تمام؟ تمام، فبالتالي هنا عندي ال control اللي نعمل عليه validation في ال confirm password تمام؟ هو txt confirm password تمام؟ فبالتالي يبدو إنه هنا مخربط فبالتالي نحن ننمع لـ Validation تمام، هو TXT Confirm Password تمام، أنا هنا يبدو أني كنت حاطة الـ ID الخاص فيها تمام، الآن نرجع مرة ثانية نعمل كتر الـ YF5 الآن هنا مباشرة عملياً أظهر لي إياهم الآن خليني يجي عملياً نقوم عندي هنا بعمل هو Save راح يظهر لك كل هاي الأرراض إنه الـ Email is required username is required password is required و الـ Confirm Password is required تمام، الآن لو دخلت عندي هنا مباشرة اللي هو الـ Email على أي تكست بدية، و دخلت هنا مثلاً عندي الـ User Name مثلاً اللي هو User تمام، الـ Password لاحظ لحظة أن هنا دخلت أي password مثلاً 123 تمام، الآن عندي هنا بالـ Confirm Password مثلاً مدخلت اللي هو 123 لاحظ لحظة أنه مباشرةً اختفت فبالتالي هنا مباشرةً أعطاني Invalid Email لأنه ما حقق اللي هو الـ Email صيغة الـ Email مثلاً لو حكيت اللي هو A at A dot com فبالتالي اختفت الـ User Name لو شلته مباشرةً راح ترجع للـ Error زي ما احنا شايفين الآن عندي هنا الـ Password 123 الآن لو خليتها مثلاً 321 وجيت عملياً ضغطت خارج التكست بوكس مباشرة لحطيني الـ Password و أكون في Password مصد ماشي إذن فعلياً هاي عملياً الـ Errors شغالة فبالتالي الآن أنا بدي أقوم بإظهارها تمام، بدي أقوم بإظهارها عملياً ليس عملياً على جنب التكست بوكس وبالتالي أقوم بإظهارها في آخر اللي هو الـ Webflow أنا حتى أعمل هذا الأمر مباشرةً راح أروح عندي هون على الـ Design وعملياً راح أختار كل هاي اللي هي الـ Validation Controls الموجودة عندي هون فبالتالي لابد أني أختارهم كلياتهم أوكي، فبالتالي عندي هون الآن أنا اخترت كل هاي اللي هي الـ Validation Errors اللي أحروح هنا مباشرةً على الـ Properties تمام، الآن بداخل عندي هونة تمام، لو عملت Click Write، سوري أوكي، مرتاً يا بس، خليني نعمل عليهم Selection أوكي، الآن لو ضغطت على الـ Properties راح أتلاحظ أنه هنا مباشرةً أنه لو رحت على عندي هنا طبعاً ما ننسى أنه هنا في عندي هاي هي الـ Properties الآن لو رحت عندي هنا على الـ Text في عندي الـ Properties اسمها Text أنا بدي أخليها عملياً Red Star فبالتالي هنا مباشرةً عملياً اخترت اللي هي Red لحط لاتنا مجرد ما عملياً قمت بإضافة الـ Text فبالتالي اختفت معي اللي هي الـ Error Messages أنا أنا بتظهر الـ Error Messages وين؟ بتظهرها في آخر اللي هو عندي الـ Web Form وبالتالي بإمكانك أنك مباشرةً تضيفها عندك هون اللي هي تحت البتن فبالتالي راح أملي Click Write مباشرةً راح أملي Insert اللي هو Row Below فبالتالي راح أضيف لعندي هون اللي هو Row الآن بداخل هذا الـ Row راح أضيف عندي اللي هي Summary Validation Summary Control الآن ضفت هاي Validation Summary Control تمام؟ الآن بداخل هاي Validation Summary Control لو رحت على Source بإمكانك إنك مباشرةً عملياً عندك هون إنك تضيف لها عملياً الـ Style اللي أنت بدك إياه فخليناً نخلي الـ Forkiller لإلها هي اللي هو الـ Red تمام؟ إذاً هذا هو الأمر الوحيد اللي أنا فقط عملته الآن خليناً نرجع مرة ثانية نضغط على Ctrl و F5 حتى نشوف هذا شو اللي راح يصير معاي تمام؟ الآن أنا ما راح أقوم بدخل أي شيء فبالتالي بعد هيك راح أقوم بالضغط على اللي هو الـ Button Save فبالتالي مباشرةً أعطاني اللي هو الـ Red Stars وأعطاني هنا مباشرةً اللي هي الـ Arrows لكن بتلاحظ أنه هنا الـ Arrows هي عرض لياها كـ Bulleted List في حين أنه أنا عندي هنا بالـ Slide أنه عرض لي إياهم كـ List وليس كـ Bulleted List يمكنك أنك تتحكم في هذا الأمر تمام؟ من خلال اللي هو الـ Display Mode تمام؟ فبالتالي خلال نروح على الـ Display Mode تمام؟ اللي خاص في هذا اللي هو السمري تمام؟ فرح نروح مباشرةً على الـ Design ورح نروح هنا على الـ Properties اللي خاصة فيها راح تلاحظ أنه هنا في حين ندي اللي هو الـ Display Mode راح تلاحظ أنه By Default هو مختار الـ Pulleted تمام؟ مختار الـ Pulleted List بمكانك أنك تختار هنا مباشرةً لـ List فرح نروح لي إياهم كـ List أيضاً في نقطة ثانية أنه هنا عندي بالـ Error عرض لي هنا اللي هو الـ Page Errors وهي مجرد Header Text وبالتالي حتى تقوم بإضافة اللي هو الـ Header Text اللي خاص فيها فبالتالي بمكانك أنك تروح على اللي هو اللي هو الـ Header Text ورح تعيجي تحكي هنا اللي هو الـ Page مثلاً اللي هو Errors أوكي؟ تمام؟ زي ما احنا شايفين؟ أوكي إذن هذا هو الـ Page Errors زي ما هو موجود عندي هون فبالتالي صار عملياً في عندي هون الـ Header Text طبعاً بإمكانك أنك تتحكم مثلاً عندي هون لو رحت بإمكانك أنك هنا عملياً لما بالتالي رح يظل إياهم كـ Box إذن حتى تظهرهم كـ Box وليس في آخر الصفحة بإمكانك أنك تستخدم الـ Properties اللي اسمها ShowMessageBox فبالتالي رحت هنا مباشرة على الـ Properties ورحت هنا مباشرة على الـ ShowMessage اللي هي Box بالتالي بإمكانك أنك تخليها True بهاية الحالة رح يظل إياهم بداخل MessageBox وأيضاً رح يظل إياهم بـ زي ما احنا شايفين اللي هو Show Summary رح يظل إياهم أيضاً بآخر الصفحة الآن خلينتي نعمل مرة ثانية اللي هو من Save ونعمل كترل و F5 تمام؟ الآن بداخل الـ Web Form رح أضغط على اللي هو Z عفواً على Save رح تظهر اللي رح تظهر مباشرةً اللي هو ShowMessageBox اللي هو Page Errors وعمل بحكي لكم Confirm Password is Required إذن بإمكانك طبعاً لا يفضل إنك تستخدم اللي هو ShowMessageBox إنه عملياً عملياً إنه هي بتزعج اليوزر فبالتالي يفضل إنك تستخدمها كـ Summary زي ما احنا موجود عندي هنا اللي هو بآخر الـ Web Form تمام؟ طبعاً طبعاً بإمكانك إنك تختار اللي هو بإمكانك إنك تختار اللي هو Single Graph طبعاً لو رحنا على Single Graph تمام؟ بداخل اللي هو العملياً عندي هنا اللي هو Display Mode فبالتالي رضي إياهم بسطر واحد زي ما احنا شايفين أما إذا بدك إياهم مثلاً كـ Bullet List أو إذا بدك إياهم كـ List في إمكانك نك تختار اللي بدك إياه فبالتالي هو بعطيك عملياً دايناميك في حرية اللي هو الاختيار تمام؟ بتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل أخيراً Thanks for your listening and have a great day ترجمة نانسي قنقر